شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمام عشور احتفالية الدكرى الخامسة والسبعين لهيئة التبادل التعليمي والثقافي بين مصر والولئات المتحدة الأمريكية فول برايت وافتتاح ندوة من المختبر إلى السوق والتي تنظمها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة فول برايت بمناسبة الاحتفالية ونوها عشور إلى حصول مصر على المرتبة 86 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي الأخير متقدمة بذلك عشرة مراكز عن الأعوام السابقة وكذا ظهور تجمع القاهرة الكبرى ضمن أفضل مئة تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم